أطلقت وزارة الداخلية اليوم النسخة الثانية من تطبيق أنتخب والذي يدلي من خلاله الناخبون بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة وأكد معالي سيد حمد بن فيصل البسعيد وزير الداخلية أن الوزارة ماضية نحو رقمنات كافة الخدمات والبرامج ويتضمن التطبيق إضافة تقنية الذكاء الاصطناعي لفئة دول إعاقة البصرية كما يوفر ميزات جديدة منها شرح خطوات التصميم بلغة الإشارة لدول إعاقة السمعية وخطوات التصويت